بعضة مهمة عشان تعرف انك مشغل فلوسك استثمار ولا رباغ. بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد. حاولك الاول على حاجة. لو ندتك القلم ده قلت لك تفضل. القلم ده هدية مني عامي بعشرة جنيه. دي دي كده اسمها هدية? لأ تقولي دي مش هدية. هو فيه هدية بعشرة جنيه. الهدية يعني تفضل هدية ما اخدش اصدع حاجة. كن اقولك ان هي بعشرة جنيه اي نعمة لسميتها هدية لكن هي في الحقيقة بيع وشراء. حتى لو سميتها هدية هي مش هدية. الهدية تفضل ما اخدش حاجة اصدها. فسيبك من الاسماء العبرة بالمسمة العبرة بحقيقة المعاملة. النهار ده واحد قال لك تعال اشغال لك فلوسك. ماشي. استثمار يعني استثمار. استثمار يعني ما اكسب اخسارة. اكسب استثمار مخاطرة بالمال. لا اكسب لا اخسر. لراس مالي ينقص لما اكسب واكسب كتير مش مشكلة. لما ما نكسبش ولا نخسر السنة دي والسنة جاي ماشي. طب لقولت لك لا تعال استثمر لك فلوسك. وفلوسك لن تنقص ابدا. رسمالك اللي تقول لي عمره ما حينقص. بالعكس حديك رقم ثابت كل سنة. وده يا ابني اسمه استثمار. لا ما بقاش اسمه استثمار. ما بقاش اسمه استثمار. بقى اسمه قرض. لو واحد قال لك اديني فلوس. وهرجعهم لك زي ما هما في في اخر السنة. وخلال السنة دي حديلك او ارجعهم لك زي ما هما زي ما هما بعد سنتين. وخلال السنتين دول حديك شوية فلوس. اللي هي الارباح المضمونة. لا ده اسمه قرض. انا استلفت منك فلوس. وديتهولك بزيادة. ده اسمه قرض ربوي. جاب ده استثمار. سميه للصبح. استثمار مش عارف ايه. العبرة بالمسمى بالمعاملة. مش بالاسم. لو لو المية دي كتبت عليها خمر. هل بقت خمر? حرام اشربها? اكتب خمر للصبح. هي مية. هشربها وحلال. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. لا بالالفاظ والمباني. مهما تسمي المعاملة المحرمة اسمها جميلة حلال. تفضل محرمة. ولو سميت المعاملة الحلال اسمها محرمة تفضل معاملة حلال. حد الشيء تحكي عليك? افهم كل معاملة قواعدها ايه? وانت اللي سميها ده استثمار ولا قرض ربوي. دعم الفيديو بشير والايك ومانشراك في القناة. شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم.